اشتركوا في القناة منصات رقمية تحفظ رصيدها الهائل من الكتب والمخطوطات المكتبة الوطنية الجزائرية إلى عالم الرقمنة الدقيقة منصة إلكترونية تشمل كل الرصيد المعرفي والوثائقي للمكتبة في استجابة ضرورية حفظا للرصيد من جهة وتلبية لاحتياجات الولوج إلى المعلومات وفقا لمتطلبات الباحثين عنها من جهة أخرى موقع الإلكتروني وبوابة الإدعاء القانوني وبوابة الناشرين وهذا هو مشروع وخطوة نحو التقدم في مشروع الرقمنة الشاملة للمكتبة الوطنية التي نحرص أن تكون في مصاف المكتبات العالمية لأنها تحوز على وثائق ونفائس نادرة تزخر المكتبة الوطنية بكم من هائل من المخطوطات النادرة فبات الاهتمام بها والصهر على عدم إضاعتها أولوية قصوى ما دفع بالمكتبة الوطنية الجزائرية إلى مراجعة سياسة حفظ مجموعتها من هذه المخطوطات كل ما يتم إنجازه من خلال القيام بالمهمات المكتبة الوطنية عن طريق الرقمنة يكون حينيا ويكون مباشر بهذا يمكن تغلب على مسألة التواصل ومسألة الاستدراك التأخر موقع المكتبة الوطنية هو موقع إلكتروني صمم من أجل تسهيل خدمات المكتبة الوطنية كذلك من أجل رقمنة الرسيد الوتائق الموجود في المكتبة وكذلك التراث الوتائقي جل هذه من أجل الوصول إلى مساف المكتبات العالمية والواقع كذلك يفرض علينا هذه العملية من جهتهم رحبت طلبة والباحثون بهذه المنصة الرقمية من حيث هي تمدهم بالمساعدة القيمة كنت أبليجي نحوص الكتابات مانيوال مون وكذلك تولي فلي فاسل نلقاها تمتم وتعني كايين لبالك جي مايقدرش يجو الديبلاسة والهنايات وليجي فاسل يحوصوا الكتابات ليس حقها أحتساعدنا بزاف المنصة هذية اللي داروها هي الرقمانة كوسيلة تكنولوجية تتيح إنتاج نسخ إلكترونية بديلة عن الوثائق الأصلية وتكون أكثر قابلية للاستعمال مع ضمان حفظ الرصيد المعرفي من الضياع ولمزيد من التفاصيل تحضر مع سيدة نبيلة حاجي أمينة محفظات بالمكتبة الوطنية بالحمة أهلا بك سيدتي شكرا لك سيدتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين تفضل سيدتي شكرا لماذا صممتم هذه المنصة الرقمية وإلى ماذا تطمحون من خلالها في إطار الاستراتيجية المنتهجة من طرف السيد رئيس الجمهورية إلى رقمنة كل القطاعات والخدمات أو ما يسمى في الأدبية المعلوماتية بالحكومة الإلكترونية وتنفيذا لتعليمات وتوجيهات السيدة وزيرة الثقافة والفنون والسيد المدير العام للمكتبة الوطنية الأستاذ الدكتور بهادي مونير الذي رأى من واجب المكتبة الوطنية أن تسير وتواكب عصر الرقمنة باعتبارها تأتي على رأس هرم المؤسسات التوتيقية في المخطط المعلوماتي الوطني من خلال هذه كل هذا الجهد الذي تحقق في ظرف قصير بدعم وتوجيه من المدير العام واستعداد مجموعة من الكوادر التي سهرت على رفع التحدي من أجل تطبيق وسائل اتصال حديثة في المكتبة ويبدو أنها كسبت وذلك من خلال إعطاء هذه النقطة سيدتي أستسمحك ما هو عدد الكتب والمخطوطات التي تشملها هذه المنصة؟ وما هو نوعها كذلك؟ تقدر بحوالي مليون ومئتي ألف نسخة من الكتب؟ من الكتب مخطوطات إلى غير ذلك وسائل سمعية بصرية كتب نادرة كتب الطفولة كتب البراي إلى غير ذلك حتى كتب البراي موجودة عندكم؟ موجودة حتى المكفوفين لديهم مساحة مساحة مخصصة صلاحة وآخر إصدارات تم إدعوه للمكتبة الوطنية وهو المصحف الشريف المصحف نعم ما هي الخدمات التي ستوفرونها من خلال هذه المنصة؟ خدمات لم تكن موجودة من قبل خدمات جديدة؟ المكتبة الوطنية كانت تقدم خدمات على الطرق التقليدية كان هذا الموقع هو شهادة ميلاد جديدة في عصر الرقمنة والذي سيمكن القراء من البحث في أرصدة المكتبة عن بعد كذلك إجراء عمليات التسجيل والإنخيارات عن بعد أي الوصول إلى السفر ورق بخصوص ملف التسجيل كذلك التعرف على الرسيد التوراطي المتميز بالمكتبة الوطنية وإتاحته على الخط نعم الناشرون كذلك لديهم مساحة في هذه المنصة ماذا سيستفيد الناشرون من هذه المنصة؟ من خلال هذه التقنيات التي تحققت في ضرف قياسي منها بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني إلى غير ذلك توجد بوابة الناشرين التي كانت مصممة من طرف الزميلتين حميدان زهرة وبن شاي بن سيمة الذي كانوا يطمحون من خلالها يطمحون من خلال هذه البوابة يطمحون من خلال بوابة الناشرين إلى تسهيل مختلف التعاملات في المكتبة الوطنية كذلك إعطاء إحصائيات دقيقة حول الناشرين يعني الناشر من الآن فصاعداً وبهذه المنصة لن يكون مضطراً إلى الحضور الجسدي فسيراصلكم عبر الإيميل وسيسجل عبر الاستمارات التي صممت بها في المنصة من خلال منصة المنصة وهو يوجد رابط لبوابة الناشرين الهدف الأساسي هي تسريع الببليغرافيات التي كانت تعرف لمدة عقدين تأخر لهذا ستصبح جاهزة في أقرب الأوقات لدينا الببليغرافة 2020 الببليغرافة الجزائرية وكذلك الببليغرافة السوداسي الأول من سنة 2021 شكراً لك سيدتي سيدة نبيلة حجي أمينة محفوظات بالمكتبة الوطنية الحامة على حضورك شكراً وفي موضوع آخر فقد الكتاب الورقي مكانته لصالح الكتاب الإلكتروني بسبب انتشار مختلف وسائل التكنولوجيا بحسب مراقبين فيما يتبنى فريق آخر نظرية عدم الاستغناء عن الكتاب المطبوع غيرت التكنولوجيا كثيراً من ملامح حياتنا وعاداتنا وتغيرت معها نظرتنا للأشياء وطريقة تعاملنا معها وامتدت يد التقنية إلى عالم النشر والكتب باستحداث وسائل جديدة للقراءة تعيد تشكيل علاقة القارئ بالكتاب فبعد أن بقي الكتاب المطبوع عمود صناعة الثقافة والوعي يبدأ الكتاب الإلكتروني بالحلول تدريجياً محل الكتاب المطبوع مستعيناً بانتشار التكنولوجيا واقتحامها كل مجالات حياتنا انشغل كثير من المثقفين في الآوينة الأخيرة بالمفاضلة بين الكتاب الإلكتروني والكتاب الورقي وتبنى بعض المثقفين نظرية أفول عصر الكتاب المطبوع لصالح الكتاب الإلكتروني إذ يستطيع القارئ تخزين آلاف الكتب في جهاز حسوب صغير بينما يتبنى فريق آخر نظرية عدم الاستغناء عن الكتاب الورقي وأنه ستبقى له مكانته لدى القراءة إذ يضمن لهم المتعة في القراءة والتصفح إنها المكتبات تشكل كياناً معرفياً وجزءاً من البنية التحتية لبناء مجتمع المعرفة في عالم يعولم فيه كل شيء لذا فإن الخطوة الأولى للخروج من مأزقنا الوجودي الحضري تبدأ بالاهتمام بالمكتبات وتشجيع التأليف وتطوير صناعة الكتب وإقامة المكتبات بصيغتها الورقية والإلكترونية وإلى الشعر أصدر شعر الجزائري مشري بن خليفة ديواناً شعرياً جديداً بعنوان تجليات طين الصمت بعد عشرين سنة من التوقف عن الكتابة ويأتي هذا الإصدار امتداداً لمسيرته الشعرية التي بدأها بديوان سين بن خليفة اعتبر ديوانه الشعري رؤية مغيرة ومختلفة في كتابة النصوص الشعرية تستند على نص يتخطى ويتجاوز الراهن وصفاً التجربة بلحظة الشعر الهاربة دوماً من التحديد في زمن أصبح فيه الشعر محاصراً بالسرديات المتعددة تتنافس مصرحية جي بي اس للمخرج الجزائري محمد شرشال على جوائز المسابقة الرسمية للدورة الثانية والعشرين لأيام قرطاج المصرحية التي ستعقد بتونس من الرابع إلى الثاني عشر ديسمبر المقبل تشارك مصرحية جي بي اس من إنتاج المصرح الوطني الجزائري سنة الفين وتسعة عشر إلى جانب ثلاثة عشر عملاً مصرحياً آخر في المسابقة الرسمية للدورة الثانية والعشرين لأيام قرطاج المصرحية التي ستنعقد بتونس من الرابع إلى الثاني عشر ديسمبر المقبل كما تم اختيار مصر ضيف شرف الدورة المصرحية للمخرج الجزائري محمد شرشال التعالج المصرحية التي ألفها وأخرجها ضيع الإنسان المعاصر بين أفكاره ومبادئه ومواقفه وعلاقته بالوقت وتمزج بين تقنيات السينما والمصرح والاستخدام الكبير للإيماءات والحركات لتمرير رسائل وأفكار تنتقد الإنصياع والتيه من جهة أخرى ستكرم خلال هذه الدورة من المهرجان الممثل المصرحي فضيل حشموي نظير مصاره الفني الثري الذي انطلق منذ سنة 1974 بالمصرح الجهوي بوهران وذلك رفقة أسماء من المصرح العربي والإفريقي على غرار سعيد الحامي من تونس أحمد فؤاد سليم من مصر وجان سيبي أكومو من كينيا إلى جانب فرقة مدينة تونس للمصرح التي تعتبر من أعرق فرق الفن الرابع يستخدم الرمال والظل في لوحاته الفنية هو الفنان التشكيلي الأردني محمد سمارة ستيني يمارس الرسم منذ زمن طويل بطريقة غريبة ومختلفة أبدع وتألق حيث استطاع أن يمزج بين الرمال والظل ليخرج لوحات مميزة تعتمد أعماله على الظل فبدلا من استخدام القماش للرسم يضع عجينة من الرمل والغراء ليزيده زخرفة على إطارات خشبية ليضفي تعبيرا أبلغا للوحاته حبه للفن جعله يحول بيته إلى معرض ومدرسة للتعليم في نفس الوقت للتلقين تقنيته الفريدة للأجيال القادمة افتتحت مصر طريق الكباش الأثري الذي يعود تاريخه إلى ثلاثة آلاف عام في احتفال مبهر شهده الآلاف عبر العالم الاحتفال لقي إشادة واسعة على الصعيد العالمي ساحر ومهيب هكذا وصف حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر المصرية لتزيح مصر بذلك الستار عن أقدم الممرات التاريخية التي تروي الكثير عن تاريخ مصر الطريق يعود لأكثر من ثلاثة آلاف عام بطول يزيد عن ألفين وسبعمائة متر ويربط بين معبدي الأقصر والكرنك أكبر متحف في الهواء الطلق مرصوف بالحجر الرملي يضم آلاف التماثيل بثلاثة أشكال شهدت على مساحة تقارب الألف قدم وتعود لعدة سلالات في عهد الفراعنة الحفل أعاد الروح لمهرجان الأوبت القديم الذي يعود تاريخه لألفي عام في محاكاة لما كان يقيمه قدماء المصريين من موسيقى ورقص وعروض ضوئية إشادة عالمية واسعة لقيها الاحتفال الذي شهده الآلاف عبر العالم فكان رحلة تاريخية عبر الزمن مكنت المتفرجين من التعرف على كيفية أحياء مختلف الأعياد القومية التي أحياها المصريون القدامى في الأقصر التي كانت العاصمة السياسية في عصر الفراعنة طريق الكباش يعد بمثابة تكريم لتراث مصر وحضارتها التي تمتد لآلاف سنين وسيرفع من أسهمها في برصة السياحة العالمية بحسب متتبعين لتظل مصر حضرة من الحواظر العربية التي يتباهى بها العرب في العالم تم تحويل منزل نيلسون منديلا أول رئيس أسود يقضي على العنصرية في جنوب إفريقيا إلى فندق يحتوي على تحاف ثمينة ومطعم تقدم فيه الأكلات المحلية أول منزل في جوهانسبورغ أقم فيه أول رئيس أسود جنوب إفريقيا نيلسون منديلا حيث تحول إلى فندق جميل أطلق عليه اسم سانكتوري منديلا وأطلقت على بعض الغرف تسمية مايبا أو تاتا وهما لقب التحبب للزعيم الراحل نيلسون منديلا الذي نجح في وضع حد للنظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا نريد أن نريك جوانب من ما ديبا لم ترها من قبل بالإضافة إلى بعض الأمور التي ربما لم تعرفها عنه من قبل المكان هو منفذ مؤسسة نيلسون منديلا يحتوي على قطع فنية جميلة للغاية وستكون فرصة أيضا لعرض كل هذه التحاف الثمينة أقام مونديلا في هذا المنزل بعد وقت قصير من إطلاق سراحه من السجن عام 1990 حيث بقي فيه ثمان سنوات يحتوي الفندق على مطعم أين تقدم الأطباق المفضلة لدى الزعيم ومنها ذيل الثور المطهو وتتولى قيادة المطعم طاهية نيلسون مونديلا كوسوليسوا ندوية ترغب الإدارة في الحفاظ على جو المنزل وجعل الزوار يعجبون بمنزل مونديلا ويرغبون في العودة لزيارته مرة أخرى نهاية النشرة نلتقي في مواعيد الثقافية لاحقة ترجمة نانسي قنقر